نحن مستعدين ومن الآن أن نرفض الجبهات نرفضها مش بالآلاف ولا بالمئات بحشرات الآلاف من المقاتلين قال كلمته المقتضبة وغادر خائفاً رغم الحشود من حوله سيرفض الجبهات بالآلاف من المقاتلين لكن من الجيش الذي أعد هيكلته رسالة يرى المراقبون أنها تهدف إلى استرضاء خصوم المخلوع الذين احتشدوا في مداخر العاصمة بسلاحهم وعتادهم تأهباً للتعامل مع الخطوة التكتيكية المقبلة لحليفهم المراوغ لم يقل المخلوع صالح شيئاً يخطب به ودى التحالف أمام حشود السبعين هذه لكن هذا التجمع المؤتمري بنظر هؤلاء المراقبين يحقق بعض من أهداف التحالف الذي يريد على ما يبدو تكريس العزرة السياسية على ميليشيا الحوث الإنقلابية مقابل إظهار نفوذ حليفها على الساحة اليمنية الملتهبة في خطاب أمينعام المؤتمر عارف الزوكا بدى هذا الحزب الكبير مجرد معارضة بائزة في قلب سلطة إنقلابية يهيمن عليها الحوثيون طالب في خطابه بالعدالة في المؤسسات الإعلامية وبصرف المرتبات وطالب بوقف تعديل منهج التعليم وإخضاع مهمة كهذه للإجماع الوطني اعتذار المؤتمر للجان الشعبية جاء في كلمة الأمين العام للمؤتمر وفي الخطاب المقتضب للمخلوع صالح ليكرس حاجة المؤتمر وزعيمه إلى المهادنة مع الاستنفار غير المسبوق لمليشيا الحوثي على خلفية الصراع الذي بات معلنا بين الشريكين لم تمر فعالية المؤتمرية بسلام فقد تحدثت الأنباء الواردة من صنعاء عن اندلاع اشتباكات خاطفة بالقرب من ميدان السبعين بين عناصر مسلحة وأخرى من حراسة المخلوع صالح فيما سجل وقوع اشتباكات أخرى عند المدخل الجنوبي للعاصمة صنعاء المراقبون رأوا أن تطورا خطيرا كهذا يؤشر الانهيار التحالف على المستويين التكتيكي والاستراتيجي في ظل التحشيد القائم على تبين الأهداف والمصالح والغايات النهائية لشريكي الانقلاب